السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحبا بكم متابعين قناة عرفt ginolynex معكم عبد مجيب أي واحد يجب قهوه تجي فلسفة غريبة اي واحد يعني بعض الناس مثلي يعني قلت قهوه حينج فلسفة هذا الدرس اللي هو بحثتكلمه عن مفاهيم خاطئ حول برمجيات الحره طبعا زي ما هو واضح بالعنوان أنه بتكلم عن مفاهيم خاطئ حول برمجيات الحره أولاً أنا أنا برسول منزلي يعني بغطي أكيد بالكلام اللي بقوله ولكن من باب تجربة أوكي راح أني أتكلم عن بعض الأشياء اللي شفته من بعض المستخدمين عجبتني حركة الكاميرا هذه راح أستخدم الكري شوي إذا جاء كلام خطر أبقول طيب أوكي أول شيء برمجيات الحرة من مجرد نظام تشغيل أوكي أوكي يعني قينو لينكس مو بالحال و بالعالم إنه شيء حر أوكي أو برمجيات حرور أو كنظام تشغيل صحيح إنه قينو لينكس كان المبدأ والبداية والآخرة ولكن فيه أشياء ثانية ممكن تكون حرة من ضمنها هي أي برمجيات تستخدمة حتى على استخدامك البعض نظمة تشغيل المغلقة وبرضه نظمة تشغيل زي ما قلت لكم مي بهي الحالة هلي تكون حرة هذا يعني إنه يمكنك تكون تستخدم ويندوز تستخدم على ويندوز برمجيات حرة نعم أوكي من باب ما بدأ إنك تستعدعم البرمجيات الحرة تحبي برمجيات الحرة ممكن تكون مفروض عليك إنك تستخدم ويندوز في يوم للأيام في عمل وأي الأخير ممكن من باب إنك تعمل برمجيات حرة تستخدمها لكن هنا قاعد وضح مبدأ أو نقطة إنه البرمجيات الحرة عبارة عن شيء كبير ما يتوقف على نظام تشغيل أكثر من سذي يعني ممكن يوصل إلى الأجزة الذكية فيها برمجيات حرة نعم أوكي في الأندرويد مثلا في ماركت أو متجر برمجيات أو مركز برامج أين كان اسمه اسمه F-Droid أوكي هذا خاص برمجيات الحرة لتدعب أو لتتبع برمجيات الحرة أو الرقصة مفتوحة ماشي ماشي فطبع أنا قاعد أماهد الشيء بقوله حين بعض الناس ما بيعجبهم لكن بقوله يعني بتبرية الذمة وإني قلته إذا استخدمت برمجيات حرة لا تصدع بروسنا أنا قلت لكلام ذا قبل هالمرة أوكي بعض الناس يثبت النظام في من أنتم برمجياتكم مغلقة لا تصدع بروسنا أوكي هي عبارة عن مبدأ أنا شخص أحب برمجيات الحرة مبدأي هو أني يكون عندي برمجيات حرة ولكن إيش هو أساس المفهوم برمجيات الحرة هنا اللي نجب أن نفهمه البرمجيات الحرة مو مطلوب منها وهذه مشكلة مو مطلوب منها أن تكون قوية بالأداء أوكي لأنه مو هذا هو المبدأ الخاص به أوكي صحيح نظام التشغيل قينيو لينكس صحيح في برمجيات الحرة مستقرة قوة ولكن أقاعد أقول لك أنه مبدأ البرمجيات الحرة هو مو بالأداء وطبع هذا الكلام الشخص يعني متفالس جدا بهذا مو بحر الموضوع هذا وهو اللي طلع عن رمجيات الحرة أصلاً له ريتشارد تولمان لو قرأته مثلاً مقدمة عن رمجيات الحرة خاصة بو بتحصلوا أن نتكلم عن هذه النقطة حديداً أنه مو مطلوب لك أنك تكون وتستخدم رمجيات الحرة يكون رمجيات الحرة قوية فرمجيات الحرة لها هدف واضح جداً وصريح مر 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 أنه لا للاحتكار نعم الاحترام المستخدم حيث أنه إذا احترمنا المستخدم نوفره بيئة أمان وبيئة عمل آمنة جداً خصوصية تكون عالية جداً لا نقفل عليه بعض الأشياء علشان نقيد خصوصيته نتركه المجال أن يعدل ويحرر ويلعب على كيفه حتى لو كان مستخدم مبتدئ هو يتحمل مسؤولية تعديلاته لعبه هذا فهذا هو مبدأ البرمجيات الحرة هذا هو مبدأ الأساسي له يعني أنا لما أقدم لك برنامج حر ترى هدفه الأساسي هو أن يقدم لك نظام تشغيل أو أقدم لك برنامج أو أقدم لك كود يخدمك من الناحية الأمنية ومن ناحية الاحترام لك كشخص لؤى الحقية أنه يطلع على الكود المصدري ويتفرج عليه ويحب يعدل يعدل ويحسب أمان هذا هو المبدأ الخاص به يجي بعض الناس بكل وقاحة ويعتقد أنه البرمجيات الحرة هدفه أنه تكون قوية وأنه تكون غير قابلة للتحطيم وأنه لا غير صحيح أقول لك المثال بسيط مع أن البرمجيات الحرة لا نعلاقة بهم تتكلم عن المصادر المفتوحة ولكن ولا يعرف أساس عن صحة الخبر هذا ولا أدري هل هو صحيح ولا مجرد إشاعة لأنه راج كثير الثغرة اللي كانت بالـ OpenSSL الـ OpenSSL صابت الثغرة اسمه هارت بليد هناك تقنية معينة تستخدم بالـ OpenSSL اسمه هارت بيت هارت بيت هذي أصابت الثغرة اسمه هارت بليد ستين بالمية من تشفير الإنترنت هو ستين بالمية؟ والله يبحث عن الرقم ما أعتقد ستين بالمية أو ثلاثين بالمية ترون متأكد لكنه أعتقدون ستين بالمية يعتمد على الـ OpenSSL الـ OpenSSL عبارة عن تقنية مفتوحة لكن ما بحره طريق فرق بين مفتوح وحره وهذا هو السبب اللي وقعوا بالناس أنه يخلطونها بين برمجيات الحرة ومفتوحة دعنا افترض لنا برمجيات الحرة صار فيها ثغرة تضرر عالم كثيرين وناس قامت على برمجيات الحرة وسوّت كلام برمجيات الحرة كيف تصير كذا وكيف شركات تعتمد على برمجيات الحرة وهي ضعيفة بالشكل يا عميبي زي ما قلت لك برمجيات الحرة هادة فهي احترامك أحسابني أقدم لك تقنية وأقول لك هذي تشفر لك وأنا قاعد أخذ منك وأقدم لك تقنية مفتوحة وإذا انتك تشفت ان فيها خطأ تصريح له الخطأ طبعا تعاملوا مع هذه المشكلة أعتقد وما تجسروا معهم ولكن الاشكالية صارت انه فيه خلط ما بين مفهوم البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر المفتوحة المصدر ممكن انه تخلط معه مغلقة اتكلمت مع احد المبرمجيين العرب طبعا ولو يجب تكون باعي كبير بهذا الموضوع وقالوا انه التقني اللي استخدموا اللي فيها الهارتسبيت عبارة عن كود فيه اشكالية او فيه لبس وكان مشفرة طبعا الكلام هذا حتى موجود النواات حق لينكس نفسها النواات نفسها فيها عاجات مغلقة عشان كذا عندنا النواة الثانية اسمها نواة لينكس لبرا منظفة مغسولة يعني شعارة بطريق ازرق مغسول خلاصة من هذه النقطة خلاصة النقطة اللي راحت انه البرمجيات الحرة هدفها انها تقدم لك شيء يخدمك كمستخدم بقدر الامكان انها تحافظ على خصوصيتك ومبدأ حريتك اوكي بس والله طلعت البرمجيات قوية طلع عند النظام مثل لينكس ضخم وكبير وشغل يعني كمبيوترات بشكل رهيب وشغل ايضا اجهزة جوالات تشتغل على نواة لينكس لاندرويد وممكن عجلة كثيرة بتطلع بعدين الحمدلله طلع زين لكن لما نصربه شيء لا ترجع لميهوه مفتوحه هذا هو مبدوع اوكي انها طرح لشوفهم جدير واحد منهم قابلته مرة في احدى الاجتماعات الخاصة بالتقلية قال لي أهم شيء عندنا سليوشن طبعا هو مسوي انجليزيا حين ما يقل سليوشن عندي سليوشن تمام انه هل البرمجيات مرة تقدم لي سليوشن ولا ما تقدم لي سليوشن وانه الناس صارت ما تستخدم الكمبيوتر على الحين الناس انتقلت على الاجزاء الذكية اللي هي التابلت واسمارت فون ويلأخرى اوكي اوكي الناس الذين انتقلت للأجهزة هذه هل هي ناس أساساً كانت تستخدم الكمبيوتر علشان الكمبيوتر وإلا كانت تستخدم الكمبيوتر علشان توصل للشبكات الاجتماعية واليوتيوب والقربيط هذه هذا هو السؤال طيب نجي هنا المبدأ أو فكرة قناة عرب قللونيكس بعض الناس يسأل هذا السؤال يقول لك أن فاتح قناة تتكلم عن شيء الناس تركوه قاعد تتكلم عن الكمبيوتر الكمبيوتر لا تستخدم العين المناسب الناس أنا هما كانت تخدموا الكمبيوتر وفي الناس كثيرة تتسخدموا الكمبيوتر وعندهم هناك ناس继اثت الكثيرة تركوين purشان الكثيرة والحمد الله كانت تركو الأكمبيوتر كانت تربتنا مسaisse الأشياء centre كما كانت تركبت Parliament هؤلاء الناس الحمد لله هما قطعوا كيان؟ حتىpopular على الأجهزة اكتماك تركنت ت dabso أجهزة أكثر plus sesهلة جداً والتعامل معها بسيط اللي هي الأجهزة الذكية الناس الانتقرات الأجهزة الذكية عبارة عن ناس غير مهتمة أصلاً بمبدأ الحوسب عن بكرة أبيه كان يستخدم لابتوب أو كان يستخدم كمبيوتر مكتبي عشان يمسك الماوس يمكن تحطه بعد الجوجل بالصفحة الرئيسية ولا ما يعرف يطلع لكيه وترى ويكتب كلمة معينة كده برأسه ويضغط انتر ويبحل بس كان هذا هو لا كان مهتم بنظوم التشغيل تحليلة أو اللعبة أو التعديلة ولا كان مهتم بالتصميم ولا كان مهتم بالبرمجة ولا كان مهتم بالحماية ما كان مهتم بأي شيء كان رجال يستخدم عادي جداً فهذا النوعية من الناس هنا انتقلت هنا تركض الكمبيوتر ولكن باقي ناس كثيرة تمام من المهتمين حتى من الناس اللي توجيه الكمبيوتر حبت مبدأ الكمبيوتر أكثر من الأجهزة الذكية طبعاً طرع لنجيل جديد كلب هذا ما يعرف تعطيه الكمبيوتر تقول من أول ما يحصل لنا ذا يقول لك جيب لي آي بود أوكي فالناس اللي تستخدم الكمبيوتر ومن ضمنهم يعني ناس كثيرة وأنا من ضمنهم طبعاً حبين الكمبيوتر لا تجيون تصدعون بروزنا وتقولون لنا خلاص تركنا الكمبيوتر أنت 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 شخص تركت الكمبيوتر في ناس كثيرة ما تركت الكمبيوتر أنا أعتقديني بموت وأنا وبستطع تقنيات جديدة وممكن الناس تبدو أن تتكلم مع بعض بدون ويفتعثمه يعني شاكت كذا ويكلم صديقه ويس ينظروا وممكن تطلع التقنيات هذه وأنا ما زلت تقريباً هذه أكثر حاجة سويت لي قليق اللي هي الناس اللي تستخدم تقول لي أنه البرنجية الحرة خلاص من أداعي البرنجية الحرة ما توقفت على الكمبيوتر يثبت على إنه بهم البرنجية الحرة كبيرة جداً أتمنى أنكم تشغلون هذا شوي خلاصة الحديث اللي بتكلمت عنه اليوم هو أنه البرنجية الحرة هدفة هي أنه تعطيك شيء ممتاز اللي هو أمانك وحريتك ماشي ماشي شيء ثاني ممطلوبة تقدمك كيو ترى أبعطك كيو على بلاطة يعني إذا كنت شخص منتقل لبرنجية الحرة ومعتقد أنك بتحصل برامج ضخمة مثلا زي مثلا برامج أدوبة مثلا أدوبة أساساً ما تبي تنزلك برمجيات على برمجيات حرة ما تبي لأنه هيد عارف لو تنزل هنا بطير سوقها ليش الناس متابعة وفعلا الشخص المتمسك بمبدأ البرمجيات العرة ما بيستخدمها حتى لو انزلت وفي ناس كتير جدا تستخدم Gino Linux وتحذف برمجيات كتير جائع مع التوزيعات فلاش شيل كينغ سوفت مجمو جسمه أعقل ماكروسوفت شيل جوجل كروم شيل حطنا شيء مفتوح نموصل بالإشياء المفتوعة لأننا نرتاح معها أكثر هذا هو المبدأ الأول اللي هو الأمان والخصصية والحاجات الجميلة جدا نقدم لكها على طبق من ذهب مو مطلوب أن نقدم تقنية قوية جدا لأنه أشياء القوية جدا ممكن يكون سيئ جدا تمام زي البرمجيات المفتوحة أو عفوا البرمجيات المغلقة مثل بعض المرجيات اللي بدون ذكر اسمها هي قوية ولكن تضر المستخدم بدون ما هو عارف عن طريق سلب خصوصية تواهي لاقرة في ناس ما عنده مبدأ خصوصية بكيف ومعلم منهم ولكن نتكلم عن الشخص عنده مبدأ خصوصية النقطة الثانية هو الناس اللي انتقل تسركت الحاسب طرد تستخدم الأجزاء الذكية عبارة عن الناس ما لا علاقة بالكمبيوتر أصلا تمام ولا تحب الكمبيوتر أصلا أكي خلونا نحنن نسييل لهم أجزتهم الذكية هذه عن ترقل الكمبيوتر وهم استخدموا أجزتهم الذكية لأن مبدأهم ما كان بأبدأ الحاوزة بشكل عام كان عبارة عن وناس أفتح وأتفرج على مقطع باليتيوب عبارة عن بقر يرقصن ولا حمير يسوين كذا ولا أي شيء يلا نشوفكم إن شاء الله في درس القادم تبدأنا هذا الدرس مضيق سدور بعض الناس مع السلامة